أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الأمم المتحدة تبحث عن سبل لإخلاء مستشفى الشفاء في غزة مضيفة أن الخيارات محدودة بسبب القيود الأمنية واللوجستية وأضاف مدير برنامج الطوارئ بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية ريك بيرنان أضاف أن إحدى العقبات تتمثل في افتقار الهلال الأحمر الفلسطيني إلى الوقود الكافي لتشغيل سيارات الأسعاف داخل غزة لإجلاء المرضى لافتاً إلى انفتاح مصر بشأن عبور سيارات إصعاف مصرية إلى غزة وذلك للمساعدة في عملية إجلاء المرضى حال توفير الضمانات الأمنية اللازمة لاحظت هذه الوقتية أو أن تكون مستعدتها لديو أعطاني لنوات فول ودرلل شغيل ساعت فرصاني أتفقد أن هناك زوده لإجلاء المرضى في سنوات البشنت اشتركوا في القناة